معنى ايه الكلام ده? معنى ان انا عندي مش بس نتورك اه اكس انا عندي نتورك اكس ونتورك مثلا واي ونتورك زي. التلاتة نتوركز دول راوتر تو راوتر ثري هم الناكست هاب النسبة للوصول اليهم. وتعالوا نشيل نشيل الناتريك ده. طيب السؤال دلوقتي لو فعلا الناتريك فياليوز بالنسبة للناتوركز دي كلها الف من فوق هنطلقي راوتر تو والف ومتين من تحت. ده معناه ان راوتر وان هيفضل كل الطرق للوصول لنتورك واي واكس وزي عن طريق راوتر تو. طب معه اللينك التاني دي عن طريق راوتر ثري تفضل عطلانة يعني? او تستخدم امتى? في الحالة دي تستخدم لما بس اللينك اللي ما بين راوتر وان وطو تقع. طب قبل كده مش هتستخدم? لا مش هتستخدم لان في الحالة دي هيفضل الطريق اللي فوق على طول. طب ما نخلي راوتر وان يعمل حاجة زريفة. انه يفضل الطريق اللي فوق للوصول للنتورك واي والنتورك اكس. دي كاما. عشان. نتورك واي 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 عربي هاي. النتورك واي والنتورك اكس هيمشي من فوق. كويس? والنتورك زي يمشي من تحت. ازاي? ازاي? عن طريق ان احنا نستخدم الافست لست. احنا نحط زيادة. على الماترك بتاع النتورك اللي اسمها زي. بمعنى ان لما يجي راوتر تو يعلن عن النتورك ديت الى راوتر وان. راوتر وان يجيله الادفرطايزمنت برضو هجيله بالف زي ما اتفقنا. نخلي راوتر وان بالنسبة للادفرطايزمنت بتاع نتورك زي والنتورك زي بس. نضيف عليه 300. في الحالة ديت يبقى راوتر وان. لو مشي النحية دي بالنسبة لنتورك واي 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 اكس بألف. لو مشي من نحية دي بالنسبة للنتورك زي بيمشي بألف وتلتمية. وتحت النتورك زي اللي اعلن عنها بألف وهمتين او الفيزابل دهسنس بتاعيتها بألف وهمتين. يبقى يمشي من تحت. يبقى كده هنخليه لما يحب يروح نتوك زي يمشي من تحت وما يحب يروح لنتوك يمشي من فوق. فاعتقد كده احنا خلينا ايه شوية حبة يمشوا كده وحبة يمشوا كده فعملنا نوع من انواع ان احنا خلينا يمشي بالشكل اللي يخلي استخدام افضل اللينكس اللي موجودة بدل ما لينك تستخدم على طول واللينك التاني متستخدمش. وطبعا في حالة لو اللينك ده يتواعت او اللينك اللي فوق واعت هيبقى الطريق التاني مفضل لكل صح? زي الفول. ازاي نعمل الموضو ده. راوتر ايه جير بي ون. تحت راوتينج براسس بنستخدم الافسيت لست. بعد كده بتحط اكسس لست نمبر. لو حطيت زيره ده معنان لكل الراوتس. يعني مسلا على سبيل المسال لو رجعت للدزاين بتاعي هنا. وغلاسة انا عايز اضيف على كل الابديت اللي بيجي لي من راوتر بيجي لي كده. عايز اضيف عليها زيادة بلطجة. اعمل? اعمل ده ازاي? استخدم اكسس لست بتقول ماتش كل حاجة. يعني اكأنك بتماتش كل الراوتس. وده ممكن ترمز له بزيو. يعني تعالوا كده نبص نشوف الراوتنج تابل اه. الراوتنج تابل هنا بيقول ان الناتروك اسمها مية وخمسين واحد واتنين الاتنين الفيزابل ده سنس بتاعتهم باتنين وعشرين تسعة سبعة تمانية. يعني اتنين مليون. اتنين مليون ميتين سبعة وتسعين الف. مليون ميتين سبعة وتسعين الف تومنمية. فتعالوا نخلي راوتر وان يزود الف وواحد على اي اوب ديت يزود في الماتريك يعني يزود الف وواحد على اي اوب ديت يجي له من راوتر تو. الف وواحد. الف وواحد يعني السبعة دي هتبقى تمانية. صح? والستة دي هتبقى سبعة. يعني يبقى تمانية تمانية خمسة سبعة. هاي بتاعوا نشوف فترة تمانية تمانية خمسة سبعة. نعمل ده ازاي? من راوتر اي اجير بي هنقوله أعيزين. آم. انا راوتر لاست. باعزوا اين ان هو بيسالني Second اجزمنه استخدام هاكزاس ليس تسمح هاحيه ولو استخدمت zero ده لكل الناتوركس. احنا مش هنستخدم اجزم اسس يست. كل الناتوركس. اقاني اجي錯ه اللي جاية. هنضيف عليها الف واحد. من اني انترفيس من سيريال زيرو سلاش زيرو دات ونستعر التاني. شوفتو لسه زي ما هي عشان لسه ايه كان بي اه. يعني بعد ما انا عملت الشو هو وقع عشان يغير الماتريكس. اهي بقى. تمانية تمانية خمسة سبعة تمانية تمانية خمسة سبعة. وطبعا ايه الحاجات التانية متأثرتش اللي جاي من راوتر ثري. لسه سبعة تمانية خمسة ستة زي ما هي. فدي كده ايه ببساطة ازاي ممكن نستخدم الافسات لست. واحنا ادينا امثلة عملية ازاي ممكن نستخدمها فيه الحقيقة. عن طريق ان احنا نفاضل بالنسبة معينة انه يمشي كده وراوتس تانية يمشي كده. تمام. حركة برضو ممكن نعمالها هي ان احنا نغير في اصلا اصلا لو تفتكروا من خلال دراسات كل تفتكروا هي عبارة عن معيار المصداقية بالنسبة للراوتس بتاعتي. بمعنى انه عندي هنا راوتر. الراوتر ده بيجي له اوبديتس عن نتورك من اكتر من سورس. يعني ممكن مسلا يكون محطوط على استاتيك راوت ممكن يكون فيه شغال وكمان في او اس بي اف شغال يصدق مين فيهم. كل واحد من دول لي ادمنستراتيف ديستانس يعني مسلا بياخد ادمنستراتيف ديستانس اه بي ديفولت واحد واحد شكله صعب كده. اه ا او Agreement ممكن باستخدام ال برضو تفاضل او تخلي افضل من او اس بي اف افضل او حتي كمان ممكن تعمل راوت فلترينج عن طريق ان انت توصل الديستنس اللي متين خمسة وخمسين دي معناها ان الديستنس غير مقبولة يعني هنا مسلا راوتر ايها جار بي ديستنس متين خمسة وخمسين لا اي حاجة تيجي من كذا كذا تعالوا نشوف الكلان دعا كماند لاينا بشكله عامل ازاي اا من راوتر اوان انا لسه شايف ناتوركس من راوتر تو اا خليها نعمل لها فلترينج مسلا ان شاء الله خالص مش عايز ديستنس متين خمسة وخمسين دي اقصى قيمة ودي قيمة غير مقبولة ديستنس متين خمسة وخمسين بالنسبة لي السورس او الراوتر اللي اسمه مية واثنين اتنين واستخدم والدكورد اربعة تصفار ومن غير اي اكسس لس طبعا انت ممكن تعمل ايه ممكن تخلي ديستنس متين خمسة وخمسين او ايه انت عايزها على اساس انك تفضل وليكن او اس بي اف مسلا انت عايز تخليه افضل من اا اا اي اج ار بي ومش دا الطبيعي فتخلي بالنسبة لي راوتس معينة باستخدمك لاكسس لست في الموضل بس احنا هنا نخليها حاجة بسيطة احنا نخلي اي راوت بيجي لي من اا مية واثنين اتنين ده ياخد ديستنس متين خمسة وخمسين يعني من الاخر مش شائز و راوتين بتاعي دو سدر ستار راوتينغ تيبل لسه مع ما لايه ما اخدتش آآ التأثرها تمام دلوقتي النايبرش يقت ها مي التاني ستيار الدراوتينغ تابل هنلاحز ان انا مش هشوف ولا حاجة مين راوتر توب ولا حاجة ليه؟ لأن مثل 55 ده الماكسما وده غير مقبول طب نقللها شوية يعني نخليها مثلاً 140 مسلاً شو إي بي راوت بس بعد ما يعني ري كنفيجورايشن أو ري كمبيوتايشن لسه يا جيربي أنا كتف النص وهو لسه مخدش المعلومات أو لسه راوتايز ما أمتش آه دلوقتي بصوا نلاحظ إن إيه؟ أي حاجة بتيجي من الرجل ده بيقومي إديها إيه؟ administrative distance 140 العكس طبعاً المفروض الطبيعي إنه بيديها كم؟ بيديها distance بيديها distance تسين يعني ما حصل لو رحنا على راوتر تو احنا ما يرناش في الدستانس باعت راوتر 2 وستاردنا هنا هنلاحظ إن الدستانس بتاعت النييبر ده تسين الانترنال تسين والإكسترنال 170 وده دفولد وده دفولد يعني لو رحت على راوتر 1 وستارد حالة إيه؟ من خلال command show ip protocol هل عزنا إن الموضوع بقى على تفصيل بقى بمعنى إن فيه سورس اللي هو راوتر 2 ده بدي له distance 140 لكن السورس التاني اللي اسمه راوتر 3 بياخد administrative distance بالنسبة للراوتس بتاعته سين والمفروض بشكل عام الانترنال تسين والإكسترنال مئة وسبين ممكن أغيرهم أو ممكن أغيرهم برضا انترنال مقصود بيها ليايه راوتس العادية دي الحاجات اللي هي جاية من دومينز تانية بسبب redistribution ولسه لغاية دلوقتي احنا مكلمناش عن فهنخليها إن شاء الله لما نتكلم عنها بس لو عايز تغير بتاعتها بتيجي تقول له distance eigrp وبعد كده تحط الأول distance بتاعت اللي هي المفروض تبقى تسعين لأ هنخليها مية والإكسترنال مية برضو يلا enter لو استعرض شو ip protocol هلحظ دلوقتي إن الانترنال distance بقت مية والإكسترنال دستانس بقت مية وفي دردو ثقم ثقم